ذكرت شبكة سي أن أن الأمريكية أن رئيس المجلس النواب نانسي بيلوسي ستزور تايوان ضمن جولتها الأسيوية التي بدأتها بسنغفورة التي تشمل أيضا اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية أوضحت سي أن 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 بيلوسي ستهبط في تايبي وستتوقف في تايوان لليلة واحدة وأشارت إلى أن البنتاجون يتابع عن كثب أي تحركات صينية بالمنطقة للحفاظ على سلامة بيلوسي من جانبها قالت صحيفة فينانشل تايمز أن بيلوسي ستتلقى ستلتقي برئيسة تايوان يوم الأربعاء ولم تدرك تايوان في خط سيرها الرسمي بسبب المخاوف الأمنية لكن الصحيفة ذكرت أنها ستكون أول رئيسة لمجلس النواب تزور تايوان منذ 25 عاما